أنا لا أعنكر أننا تحدثنا لكن الوجه الغرابة لماذا لا يتم اختيار مسؤول حس الكفاءة خلت ولي حس الكفاءة الشي صار أصبح من الماضي جيبوا ناس عدتها قلت تقدير من الشرف بقايا هم ما نقول شريف من الشرف بقايا لما عميد كلية يختص بطالبة وهذه القصة لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة تحصل الذي يقود هذا العميد كيف يبقى بالمنصب لماذا لا يحاسب المشؤول قبل التنفيذي حتى يصبح عبرة لمن يعتبر دولة جامل حكومة جامل مسؤول يجامل استفحل الفساد ليش ما نعترف بها الحقيقة لا لا هذا حقيقة وهذا هي أنا قلت لك السبب الذي لم يؤدي إلى بناء الدولة هو استفحال الفساد والأهم من هذا الموضوع هو عدم وجود محاسبة جدية للفساد حكومات تتشكل في العراق بطريقة المحاصصة الحزبية والطائفية وكل طرف يلافع عن المسؤول مال حتى إذا كان فاسد ولذلك تضيع السالفة لا تستطيع أي حكومة لأنها لا تمتلك كل مفاتيح حيث في العراق لا يوجد الحكومة بيدها كل شيء أكو برلماني حاسبة وأكو مستويات أخرى وأكو أحزاب وأكو قوة وأكو شارع يضغط يحرك من قبل هذا الطرف أو ذاك حتى إذا فاسد يطلعوا نبي إذا يريدون يعني إذا يعتبروا مستهدف من هذا الطرف أو ذاك ناهيك عن أن بعض المسؤولين اللي ضغرت عليهم مؤشرات فساد أو تسريبات بعضهم موجود من العملية السياسية منذ أن بدأت يعني ليسوا فقط هم من هذه الحكومة حتى إذا أردنا من حاسبة الحكومة نقول جاءت بناس ليسوا من ذوي الكفاءة بعضهم موجود من خمس أو ست حكومات تشكلت إلى اليوم فالقضية تراكمية يعني ولذلك يجب أن تكون المراجعة الآن جدية حتى إذا استطيع أن نشوف دربنا وإلا إذا استمرينا بهذا الطريق رح بعد يومين ترامب إيجا رح يوقف الحرب الروسية الأوكرانية رح يهبط النفط ذاك الوقت حتى رواتب ما رأيش معي ممكن ما نقلر نوزع وليس رواتب موظفين علينا أن ننتبه أنه أكو أمور خطيرة رح تواجهنا بالمستقبل بس ماكو أي جدية في التعامل مع هذه المواضيع ترجمة نانسي قنقر